أهلا بكم مرة ثانية طبعا صناعة البطل دي حاجة تهمنا كلنا يعني فكرة ان يبقى عندنا أبطال كتير في مجالات رياضية مختلفة ده أمر مهم جدا للكل الحقيقة وبرضو كلمة حق لازم تتقال الدولة بقالها أكتر من أربع سنين يعني وقتها خطوات جدية في هذا الإطار يعني يبقى عندنا دلوقتي حاجة اسمها المشروع القومي للموهوبين في إيه؟ في السكواش وفي كرة القدم وفي التايكوندو وفي غيرها من الرياضات المختلفة دلوقتي نحن نتكلم عن التايكوندو ونتكلم عن الموهوبين في هذه الرياضة بصفة خاصة وكمان نتكلم عن بطولة الجمهورية الأولى للبومزة اللي هنتعرف عليها وعلى تفاصيلها من خلال طبعا ضفنا اللي منورنا في هذه الفخرة كابتن أحمد عبدالغفار رئيس جهاز التايكوندو بمركز شباب الجزيرة وأيضا مدرب بيئة المشروع القومي للموهوبين صباح الفول عليك كابتن أهلا بيك نورنا في عشر صبح في أهلي وقناة الأهلي حقيقة كابتن أحمد هذا البومزة دي شقة من التايكوندو يعني اللي هو القطال الوهمي بالحرقات دي البومزة حاجة زي الكاتف الكاراتيك كده يعني ده استعراضي استعراضي هو قطال الوهمي من الأسلاح يعني هو أقل شهرة من التايكوندو بشكل عادي وأقل شهرة من الكاتف المعروفة في الكاراتيك بالضبط يعني اسم مشدارج أنا وناواندب يعني ما اسمعنا هوش مثلا عشان التايكوندو معروف الكروجي اللي هو الفايت يعني ده هو الأكتر هو القتالي الأكتر اللي هو أولمبي فمعروف أكتر وأبطال أولمبيين مصريين كتير فيه وكده طب والأعمار ايه فيها من صغيرين يعني من أول سبع سنين الاتحاد بنظم بطولات من أول سبع سنين لحد تحت 65 سنة خمسة وستين سنة لسه أبقى عندنا لاعب خمسة وستين سنة واحد وستين سنة نزل البطولة جاب ماداليا دهب في البطولة الجمهورية اللي كان مخمها في ند سموعة ده شخص ملهم جدا 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 يعني ده مثل كل الأبطال الصغيرين من عندنا موجود كابت محمد عبازيز ده هو ده شكرا